عايزة روح للفيلم السوري اللي علقوا عليه يعني أكثر من ناقد الحقيقة السبحتين أو سويمرز واللي مفروض إنه فنانة كيند علوش أم للبنتين اللي بيسبحوا والقصة الحقيقة إنسانية جدا وهي قصة برضو بتبين ما حدث في سوريا وما يحدث من اتنين بيعوموا سبحتين وبعين بيحصل الضرب وبيضطروا إن هم يمشوا وبيحصل طبعا أشياء كتيرة ويهجروا ويصبحوا لاجئين فكلمين يعني الفكرة دي بتاعت الفيلم يعني أولا حتى بالحقيقة قبل الفيلم نحن فخورين كتير بالسباحتين وفخورين جدا بكل إنسان سوري نجاح والحمد لله قدرنا كشعب سوري رغم كل الصعوبات ورغم الشتات سواء نحن بداخل سوريا أو الناس اللي سافرت الحمد لله أثبتنا نجاح كبير وخصوصا بمصر أو خليني قليني قللك خصوصا هلأ كنا عم نحكي إنه البيئة الحاضنة مصر حضنت السوريين جدا جدا فهي يعني فرصة لحتى أقول لشعب المصري شكرا من القلب نحن شعب واحد بس فعلا بالأزمات كنتوا أكتر ناس احتضنوا وبكفي إنه السوري بمصر ما كان اسمه لاجئ فهذا الشي فعلا شعب مصر يشكر عليه السباحة ده ميطمنك الإحساس ده لما بتيجي مصر بتحسي خلاص إنك في بلدك بيطمني قبل الحرب وبيطمني بعد الحرب وهذا الشعور كان دائما عندي وبتوقع إنه هذا الشعور كل سوري لأنه أنا من طفولتي بيجي دائما على مصر بعدين وقت التصوير والأفلام فأنا دائما متطمني هون ودائما دخلوها آمنين فهذا الأحساس فعلا موجود عندي فيما بعد وقت الحرب أثبتت مصر إنه هي حضن للجميع وليس فقط السوريين لهيك السوريين نجحوا فبنرجع إنه نحن السباحتان فخورين فيهم جدا 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 الفيلم جميل الفيلم بيحكي قصة حقيقية عن قصة نجاح سورية بيظل الظروف الصعبة الحرب وظلم الآخر واستغلال الآخر يمكن أنا شوي بيختلف في بعض النقاط إنه هو من وجهة نظر أنا كنت بتمنى الفيلم يكون فقط بيحكي عن قصة الكفاح عن قصة النضال عن قصة النجاح لأنه اتطرق بشكل أو بآخر للحالة السياسية مع أنه هن المخرجي أكدت أنه هو الفيلم فقط قصة نجاح أو إنساني فأنا حسيت أنه شوي كان الفيلم بيتطرق بشكل مغلوط أنا من وجهة نظري للواقع السوري الموجود لأنه أنا داخل سوريا يعني أنا بالحرب كنت بداخل سوريا والموضوع أكبر بكتير من موضوع سياسي الموضوع جدا إنساني وجدا جميل فأنا ما باتفق معهم بس لا شك أنه الفيلم من أجمل الأفلام على صعيد الإخراج وعلى صعيد الإنتاج كان ممكن يتعرض للواقع الحقيقي أكتر هو الفيلم حقيقي والفيلم موضوعه إنساني أكبر من موضوع يتطرق لوجهة نظر سياسية لأنه الموضوع جميل جدا فأنا ما كتير كنت مع هاي النقطة